سيكاردو سوارش من حيث الاختيار ومن حيث التوقيف اللي هو جي فيه لأنه برضو جي على مهمة مش سهلة جاي على وضع مش مترتب مش متزبط هو الوضع كان مترتب وكان كويس يعني فاكرين أنا الحالة اللي فاتت وانتركوا لو سامة أمصان كمل ما فيش مشكلة بالنسبة لي ليه اللي أنه سامة أمصان استكمال الموسم بمدرب شايف الأمور قدامه بشكل كويس عارف العناصر الموجودة بالنسبة لي أنا كعبد المنعم أفضل بالنسبة لي أنا كوجهة نظر فنية بوقايم الأمور لقدامي لكن بالنسبة لي استمرار سامة أمصان على أقل أفضل أن كنت جاي بمدير فني المواصفات في سوارش ربما تكون ظلمته الظروف بمعنى أنه أتى من الضار إلى النار أتى من بلاده جاي مصر الأول مرة يخرج بره بلده لأول مرة يدرب خارج القارة الأوروبية أو خارج البرتغال على معتقت ويجي يتولى مسؤولية فريق بحجم النادي الأهلي فريق بينافس على بطولة الآخر وقت فريق قدامه كل موراه لها طبعا تنافس خاص فريق مش في أفضل لحالاته أبدا فريق ما كان بدأ الكيرف بتاع الأهلي المرحانة الفني بتاعه قل شوية فكان استمرار أنا وجهة نظر الشخصية استبر سامة أمصان كان أفضل حالا مما حدث الآن لأنه برضو أنا ما ينفعش أجيب مدير فني لسه يتعرف على إمكانات اللاعبين وأنتم عارفين الأجهزة الفنية الأجنبية لما تيجي تتولى مسؤولية مكان ما أو فريق ما بتحتاج فترة كبيرة جدا يعني احنا شفناها في 3-4 مباريات أو 5 مباريات للأسماع مش عارفها فده أكيد مش هيظهر إمكانياته الحقيقية أن يقدمها لللاعبين ويطور من أداء اللاعبين وبالتالي ويرضي بها الجمهور ويعمل بها نتائك فده ما حصلش فبالتالي هو مع الأسف الشديد حيظلم ظلم يعني ظلم مش عايزين يقول بيّن لا ظلم كبير أنه هو يوصل في النهاية تلاقيه لم يحقق المستهدف منه من جمهور من إدارة بس خلي بالك هو لعب على ما اعتقل 16 مباراة أو 17 مباراة خسر مباراتين فقط ده مش مبرر لا ألتمس طهو الأعظار ولكن في النهاية هو أتى إلى النادي الأهلي الآن لم نتائجه واللي حاصل الآن مع النادي الأهلي لم يرضي ضموحات الجماهير يعني الأهلي حاليا يعني من نسبة كبيرة جدا فقط الدوري الدوري راحل المنافس التقليدي بالنسبة للنادي الأهلي لكن في النهاية خلينا نقول أن سوارش تجربة يعني مش هقول فشلة ولا هقول نكحة لكن هي بين بين يعني بين الاتنين لسه محتاج فترة برضو تاني عشان يتشاف أكتر لكن ما ظنش أنه ممكن يعني أنا مش متفائل غناعات الشخصية مش متفائل بأنه أكمل الموسم الجاي أنا أنا عن نفسك أتكلمك عبد المنام مش متفائل أنه أكمل الموسم الجاي لأنه برضو زي ما قلت لكم الظروف ما خدمتهوش أمور الفنية ما مظهرتش معها بشكل كويس يعني التقييم بالنسبة له ما تيجي تحط الأرقام والدام والتقييم فني مش هيدوله التقييم الكبير المدير الفني ما بيحتاجش الفترة الكبيرة قوي دي عشان خاطر يظهر إمكانيات ليه يعني على الأقل قد كم مباراة على الأقل بمدة كم شهر ولا كم يوم تختلف التقييم من من فنيين ومحللين بقوا فيه خمس مباريات لا ما هو بصي فيه إمكانيات فنية بتبان في جمل بتبان في شكل بيبان في ستايل بيبان أنا حاسس أن مفيش تناغم في الملعب مفيش تناغم في الملعب واللعبة فقدت مثلاً مستواها اللي أنا أعرف عنها اللعبة يعني الماتش الوحيد اللي أنا شفت كويس ماتش فيوتشر ماتش كان كويس ماتش بس خلينا نقول برضو جزئية مهمة الظروف الحصلت دي ممكن تكون تخدم الأهلي لعشر سنين قدام إزاي إزاي الأهلي لو كان كامل عادي كان خط بطول الدوري الأهلي شبعاً بطول الدوري لكن الأهلي ما بيكسبش ناشئين بشكل كبير أو عموماً الأندية المصرية لما بتكسب ناشئ بيكون على مضد حاجة يعني صعبة وللضرورة القصو